اهلا وسهلا مشاهدين الكرام في برنامج ضيف انفاس ضيفنا اليوم الحسين اليمني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز سيديتي وذلك لتسليط الضوء على مستجدات قضية سمير خاصة بعد الاعلان الجديد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء لتلقي العروض من اجل تفويت اصول الشركة والشركات الفروع التابعة لها اهلا وسهلا الاستاذ حسين اليمني مرحبا بك اهلا وسهلا سيارير وسعيد مرة اخرى باش نجي لموقع دي الانفاس بريس باش نتحدثوا لهذا الموضوع دي الاسامير وتشعوبة ديالو ويتبعون معنا لمواطنين ولمواطنات تداعية ديال الملف نعم بداية الاستاذ اليمنى ما تعليقك على الاعلان الجديد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء بخصوص قضية سمير والاعلان الجديد صادر على المحكمة التجارية ب 31 يناير 2023 والرامي الى الاستمار في تلقي العروض بغاية تفويض الأصول لشركة سمير يؤكد بانه المحكمة التجارية اللي بدها هاد الملف ما زال عنا الامال وتشبت بانه هاد الشركة سترجع الاشتغال وانتاج الطروة لفائدات المغرب والمغاربة ولكن اللي جديد في هاد الاعلان هذا هو جاء كذلك اللي يجيب على مجموعة من تشويشات والمغالطات اللي كي مارسوها بعض المسؤولين بشكل مقصود او غير مقصود ولسيما هاد الاعلان يؤكد بجلاء بانه المقصنى دي الاصول لشركة سمير سيشتريها مطهرة من الديون ومن الرهون ولا علاقة له بالديون المتركة ما قبل حتح دي المستردية لتصفية القضائية والتأكيد التاني هو جاء ليؤكد بانه المحكمة التجارية بالدربدة تبيع الاصول لشركة دي الاسمير ولا علاقة لها بالمزاعيم فيما يتعلق بالملف دي التحكيم الدولي بمعنى لك كانت هذه السلطة القضائية لهي السلطة أساسية في المغرب على عين بانها الملف في تنازع لمستوى الدولي كانت توقف هذه العملية دي التفويت اذا هذا رد تاني دي المحكمة التجارية من خلال هذا الاعلان بانه لا علاقة بالمستردية لتصفية القضائية بالملف دي التنازع لمستوى الدولي والمسألة التالية المهمة وانه المحكمة تؤكد مرة اخرى بانه الشركة دي الاسمير ما زالت وقيفة وصامدة وما زالت مشتعدة على الاستئناف النشاط ديالها والرجوع الى معادلة الطاقية في المغرب نعم بخصوص الوضعية لانه بشركة سامير كيف هي هذه الوضعية بعد تتوقف الانتاج بالشركة منذ قبل 2015 اليوم اللي يمكن نسمي ولا انه الشركة دي الاسمير تتعرض لأكبر جريمة في التاريخ ديال المغرب للمعاصر والمسؤولين في هذا الشيء هي الحكومة اللولى اللي توقفت عليه دهد الشركة في 2015 والحكومات المتعاقبة ولكن المسؤولية الكبرى تقع على الحكومة الحالية التي تتفرج في الهضر ديال الطروة الوطنية داخل شركة ديال الاسمير الشركة اليوم تتعرض لتلاشية وتتعرض لتناقص ديال الأصول ديالها من حيث توقوف المطوال وكذلك من حيث الضياع ديال الخبرش البشرية ديالها التي لا يمكن تقديرها بثمان بحيث على أنه الأجراء اللي كانوا فيها من خير المهندسيين والتقنيين ديال المغرب لكالعدد لهم يقترم من الآلف اليوم نحن تقريبا في أقل من خمسمائة تقني ومهندس وفيهم واحد العدد الكبير الذي تقدم في السينه ويشرف على التقاعد بمعنى شركة سامير اليوم تعيش مدبحة لا نريد أن نسميها بكل المفاهيم لا سيما وعلى أن هذا المؤسسة اليوم ما أحوج المغرب إلى عودتها إلى الإنتاج من أجل المساهمة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الخصائر الكبرى التي يتكبدها الاختصال الوطني على كل المستويات خصوصا في سياق الدولي اليوم الحرب المفتوحة ما بين أوكرانيا وروسيا واللي كتبيين بجلاء الدور ديال الأهمية ديال الشركة ديال السامير خصوصا من بعد الإنفصال ديال الأسعار ديال المواد الصافية خصوصا المادة ديال القزوال على المادة ديال النفط وهنا أريد أن أعطي المشاهدين المتتبعين ديال الموقع ديالكم قبل أن الحرب ديال الروسية كان الفرق ديال الليتر ما بين القزوال وما بين النفط الخام لا يتجاوز نصف ديرها اليوم في بعض الأحيان يصل إلى أربع دراهن بمعنى هناك تبيل أهمية ديال الصناعة ديال التكرير في تخفيض الأسعار بالنسبة لمواطن وكذلك فيما يتعلق بتعزيز القدرات التخزينية والأمنطقة ديال المغرب ولإحياء إنتاج شركة سامير هل الشركة ما زالت قادرة على استئناف إنتاجها وما هو الوقت أو الميزانية المطلوبة لعادة استئناف الإنتاج أعتقد إحنا كما قلت أمام إعلان جديد للسلطة القضائية هي من السلطات كما قلت الدستورية في المغرب اللي كتخرج اليوم الإعلان وكتقول ما زالك تبيع لشركة ديال السامير بمعنى المحكمة مرة ممكن تكون تكذب على الناس بمعنى كتقول شي حاجة لي هي صحيحة بمعنى المحكمة اليوم هي اللي بدال ميلف ما زالت متأكدة بأن شركة سامير ما زالت قادرة على استئناف إنتاجها الخبرات اللي عندنا من داخل الشركة ديال السامير والتي أكدها تحتى بعض الخبرات السابقة تؤكد بأن الشركة قادرة على استئناف دورتها الطبيعية في الإنتاج في أجري من 6 أحد ثلاثة من شهور وبميزانية الاستصلاح تقدر ما بين جوج فاصلة جوج حتى الجوج فاصلة 4 مليار ديال الدرهم واللي هي مجموعة ديال التراكم ديال الميزانيات اللي كنا كنحطوها في لسامير باش نديروا لها الصيانة ديالها السنوية وهنا باش نعطي واحد الرقم كل سنة تقريبا لسامير كنا كنضيعو عليها ما بين 150 و 200 مليون ديال الدرهم في الصيانة العادية ديالها باش كنت كتشتغل حيث أنها متوقفة 7 سنوات بمعنها الجوج المليار والجوج المليار و 200 مليار و 400 هي مجموعة ديال التراكمة ديالها التكاليف ديال الصيانة اللي هي طبيعية من أجل عودة ديالها الشركة للإنتاج ولكن اللي بغيت نأكد عليه كذلك هو أنه لو كانت هذه الشركة مشتغلة في السنة ديال 2022 كانت تتحقق على الأقل واحد الربح صافي لن يقل على 12 مليار ديال الدرهم والتي يمكن أن تصل إلى النصف من القيمة لليوم المحكامة طرحها بالنسبة للتفويت والتي لا تمثل شيئا بالنسبة لهذه الميزانية ديال الاستصلاح اللي كان قدرها بجوج المليار ديال الدرهم إذن ما هي المكاسب الأخرى من عودة إنتاج السامير في ظل هذه الظروف العالمية الحالية أعتقد مكاسب لا تعد ولا تحصى المكسب الأول اللي قلت هو أننا نستفدو من هاد الهواميش أو الأرباح اللي ولت اليوم مؤكدة وكيتبتها العادي والبادي فيما يتعلق بالعملية ديال التكرير ديال البيترون وهذا الشيء كنا نستفدو فيه في المغرب ونقتصدو فيه وندفعو فيه افتجاه ديالنهبط الأسعار بالنسبة للمواطنين والمواطنات مسألة الثانية هو أننا كنا نغادر رفعو من الاحتياطات الأمنية اليوم نحن نتحدث على أقل من 28 يوم من 27 يوم والحال على أنه الشركة ديال السامير وأنها قدرة تخزينيها ديال جوج المليون ديال المتر من كعاب لقادرة ترفع التخزيني إلى أكثر من 60 يوم كذلك العملة الصعبة اليوم اللي نحن نقلبه على ورقة الخضراء ديال الدولار من نجيبها هذي نقتصدو واحد العدد كبير ديال ملايير ديال الدراهيم من العملة الصعبة يلا الدبا كنا نقرأ التقرير ديال المندوبية السامية للتخطيط لدي تتحدث عن انفجار ديال الأرقام الموجهة للواردات ولا سيما المواد الطاقية كذلك على المستوى الاجتماعي احنا خسرنا 1,500 منصيب الشغل كانت بشكل غير مباشير غدير رجعها للسامير سنحافظ على ألف منصيب الشغل ديال المهندسين والتقنيين داخل شركة ديالسامير سنساهم في إحياء المدينة ديال المحمدية لليوم كتعاني الخصص والموت على كل المستويات بمعنى كان مجموعة ديال المكاسيب اللي غد يترجع بالعودة ديال الشركة ديالسامير وأعتقد بأنه إلا كان القائمين على الشؤون ديال لبلاد ما كيبينش لهم هذا الشيء ربما أصيبوا بالإعماء الشامين نعم نعم نستاذ يماني بخصوص النزع في التحكيم الدولي واذا هذا يعد سبب في عدم توصل إلى حل في قضية سامير أنا جاوبت الأخ الكريم في اللول قلت دبا احنا بغينا نطرحو هذا الإشكال راه القضاء المغربي أقر في درجته الأولى والثانية واحتى مستوى النقد بالتصفية القضائية هذو أحكام صادرة باسم صاحب الجلالة ونافدة ماذا تعني تصفية القضايا تعنيه وأننا كان نزعوه الملكية من المالك السابق والأصول دياله كان نطرحوها للبيع في المزنان العالاني باش نخلصو بها دائنين لو أنه المحكمة يعني القضاء ديالنا في علم دياله بأنه كينشي إجراء أخر ليخصي الدرع لبرا كان غذي يحبس هذا العمل ديال تفويت بمعنى نحن أمام أوامر قضائية أو أحكام قضائية صادرة فوق التراب المغربي أما من يحاول أن يربط بين المستردسين فإحنا جاوبنا وأكيد هذا الإعلان الجديد للمحكمة يجيب كذلك بمعنى اليوم نحن نقوله بأن الحكومة كل مبررات الواهية سقطت وليوم يجب أن تعلن بشكل واضح للمغاربة بأنه ما يريد أن تدير في هذه الشركة ديالها سامير أو أنه هناك أعلى من السلطة ديال الحكومة هي التي تتحكم في المغرب هي التي لا يريد أن تشهد الميل فهذا على أساس أنه يتحل المغاربة يريدون جوابا آنيا ومستعجالا نعم أستاذ يمني وخصوص الخسائر التي يقدر تكبدها للمغرب في حالة عدم إنشاج شركة سامير مواصلة إنشاجها أعتقد الخسائر كلها بالجملة اليوم إحنا عدنا أصل ديال الشركة كيتباع بـ 21 مليار ديال الدرهم إلا بقينا غادين بهذا الوقت بهذا الوقت يرى هذي وكانت تفرجوا رواح الوقت القيمة ديال السامير غادت قولي صفر ديالها وهذا 21 مليار ديال الدرهم فيها 82% ديال العام مورط في المديونية ديال الشركة ديال السامير بمعنى الأول يخصروا يكونوا حارس على التفويذ ديال الشركة ديال السامير والبحث على مستمرين مهتمين ويفوت لهم الشركة ديال السامير هي الحكومة باش تنقد أولا هذي المال العام اللي يمكن غاد يضيع الخسائر الخرى اللي قلت لك على مستوى الشغل احنا حكومة اللي جات كتقول الشعار ديال الدولة الاجتماعية وكتقول مرعش هذي الألف ديال المناصيب الشغل احنا كنقولوا هاي عندك 4500 منصيب الشغل في الشركة ديال السامير الإحياء ديالها يعني من غداء يمكن غذي ترجع هذي شركة كذلك اللي قلت على مستوى الاقتصادية العملة الصعبة احنا عدنا ميزانية متضعضيعة وكنا نقلبه كما قلت على الورقة الخضراء بالريق الناس واش نجيبها وهحنا كنهضروا العملة الصعبة فيما يتعلق بالواردات لأننا كنستوردوا المادة الصفية وما كنستوردوش المادة المادة الخام هذا بالإضافة على أسس أنه هذي الصناعة من قبلها ومن بعدها بنيت العديد من نشاطات والعديد من الصناعات لحتها هيك تكون لعصى اليوم التوقف دي الشركة دي اللي سامير أعتقد كما قلت في الأول نحن أمام جريمة متكاملة الأوصاف الأصل ديالها هي الخوصصة اللي كانت في 97 بشكلين أعمى وبشكلين مشبوح تلحد الساعة ما زالك أطرح مجموعة هذه الأسئلات اللي لم تنمي الجواب عليها جاء من بعد منها المجارات أو السكوت على التجاوزات وسوء تسير الفساد اللي كان قام به المسير السابق إلى حدود المواجهة دياله تصفية القضائية واليوم كنكمل الجريمة هو أننا تنتفرجوا على تروى لكي تضيع من النهار لآخر والمغريب ما أحواجه لها شيء نحن نتفرج والحالة على أنه في العالم كله نشاهدوا بأنه مجموعة ديال الدول العريقة في الديمقراطية والموغلة في الرأسمالية والإمبريالية اليوم كترجعك تسترجع الأصول ديالها إلى حاضرة الملكة ديال الشعب فيما يتعلق بالطاقة وفيما يتعلق من مجموعة ديال الحواج داتي تصلها بالطاقة نعم شكرا جزيلا أستاذ الحسين يمني على كل هذه التوضيحات شكرا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ونضرب لكم مؤيد جديد ترجمة نانسي قنقر